بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا يا مرحبا فيكم في درس جديد في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس للصف الثاني الابتدائي اليوم بإذن الله عندنا درس جديد في مادتنا إن شاء الله ودرس أيضا مهم ولكن كالمعتاد نأخذ كذا مراجعة على الدرس الماضي بإذن الله وبعدها نأخذ تماريننا اليوم إن شاء تمارين بسيطة وبعدها درسنا اليوم درس الرشاق إن شاء الله وبعدها إن شاء الله رح نأخذ كذا تمارين أو مراجعة لدرسنا اليوم ونختم كلا درسنا بإذن الله درسنا الماضي تكلمنا عن إدراك ضرر رفع الأثقال الكبيرة أثناء مرسل النشاط البدني هنا تكلمنا وقلنا إذا شنا أشياء فقيلة لقدر الله ممكن تجينا إصابات في حالتين إذا شنا أشياء من رفقيلة علينا وأيضا شناها بطريقة خاطئة فلازم إيش؟ لازم نشيلها بطريقة صحيحة وأيضا نشيل الأشياء مناسبة لأوزاننا طيب يؤدي حمل الأوزان الثقيلة فوق طاقة الجسم فوق طاقتنا أو حمل الأثقال بطريقة خاطئة إلى أضرار عديدة في الجسم ونحن نأخذها بين الله الآن بشكل خسرية وإيش هذه الأضرار اللي ممكن سببها الجسم نكرر مرتين إيش؟ إلا بشكل بسيط اللي هو يؤدي حمل أثقال فوق طاقتنا وأيضا حملها بطريقة خاطئة إلى أضرار عديدة ومن هذه الأضرار عندنا رقم واحد تمزق الأربطة والأوتار إذا شلنا أشياء يكون إيش وزنها جدا ثقيل علينا ممكن تسبب لنا إيش تمزق في الأربطة والأوتار وأيضا انزلاق في فقرات الظهر عن إصابة في العمود الفقري إصابات مباشرة أو ألام في العمود الفقري وأيضا خيرا تمزق في شرايين القلب مما يؤدي إلى غدراء إلى الوفاة لذلك يجب علينا الحرص على عدم حمل أثقال لا تناسب حجم أجسامنا لتجنب الإصابة بأي ضرر بشكل جدا بسيط هذا مثل ما قلنا نحن دارس من الدروس المهمة جدا نحن في حياتنا اليومية أو في النشاط البدني نتعرض إلى حمل أشياء ممكن تكون ثقيلة علينا وممكن تكون أيضا خفيفة نحن معرضين لقدرها للإصابة لبعض الإصابات في أجسامنا إذا شلناها بطريقة خاطئة نحن تعلمنا قبل كيف نقدر نشيل بطريقة صحيحة قلنا نحن الشيء اللي بغير نشيله نواجهه ننزل بكامل الجسم إلى الغرض اللي نشيله بلدين ثم الوقوف مرة أخرى هذه الطريقة الصحيحة وأيضا شيء آخر أنه ما نشيل أشياء تكون أثقل مننا وتكون ثقيلة علينا فلازم نشيل أشياء مناسبة على أجسامنا وأيضا تكون مناسبة وأيضا قلنا إذا حملنا الأشياء عدم لف الجسم لليمين أو اليسار إلى الجهة الأخرى عشان نتجنب الإصابات في الظهر أو العمود الفقري الآن حبايبي ننتقل على طول إلى تماريننا اليوم بإذن الله طبعا ندرسنا اليوم ونتكلم عن رشاقة والآن بإذن الله راح ننتقل إلى تماريننا اليوم الجميع الآن يكون جاهز وقف لأداء التمارين مع بعض يكون طبعا تمارين الأول في مكان المعتاد المشي في المكان بسرعة بسيطة وبعدها الانتقال إلى سرعة متوسطة في المكان لكن قبلها كلمعتاد نبي أيضا الجميع يكون هيئة المكان وجهزة وأيضا لبس الملابس الرياضية وأيضا شرب الماء قبل وأثناء وبعد موارسة النشاط البدني أو اللعب أو أيضا موارسة النشاط الرياضي جميع الآن جاهزين ضار مستقيم النظار دائما يكون إلى الأمام جاهزين مع بعض تمرين ابتدي بشكل بسيط تحريك الذراعين وقدمين واحد ممتازين اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة ممتازين الضار مستقيم ممتازين والنظر دائما يكون إلى الأمام أمام تحريك الذراعين والقدمين بشكل تبادلي ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة ممتازين عشرة دائش ممتازين نستمر مرة ثانية الآن مع سرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة ممتازين عشرة قف ننتقل أيضا للتمرين الآخر وقوف ثم أخذ خطوة إلى اليمين ورفع الذراعين آليا ثم العودة إلى المكان ثم إلى اليسار جاهزين مع بعض تمرين ابتدي يمين نرجع مرة ثانية ممتازين يسار ثلاثة ممتازين أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية ممتازين تسعة عشرة استمر مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة أبطال أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة ممتازين عشرة قف أيضا التمرين اللي بعده وقوف الذراعين في جانب الجسم طبعا وقوف بشكل مستقيم الظهر مستقيم وذراعين تكون بجانب الجسم ويضا تبادل حركة القدمين للأمام وإلى الخلف مع بعض نديها مع بعض بشكل بسيط لأمام ثم إلى الخلف بشكل تبادلي جزي مع بعض تمرين يبتدي بشكل جدا بسيط ثم إلى الأمام واحد اثنين ممتازين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة ممتازين عشرة قف ريح مع بعض تحرك الذراعين وأقدمين للغلب ثم إلى الأمام مع أخذ الشهيق والزفير أبطال مرة ثانية ممتازين وأبطال تحرك بمجراع بشكل بسيط إلى الجانب تحرك جعل أخرى ممتازين أبطال ننتقل الآن إلى التمرين الرابع ذراعين الأمام والأعلى ورجاع القدم إلى الخلف نأديها مع بعض الآن بشكل جانبي نوقف في شكل جانبي رجاع القدم إلى الخلف ذراعي الأمام وإلى أعلى ثم إلى الأمام بزاويش تسعين درجة ممتازين مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية اثنين ثلاثة أبطال أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة ممتازين عشر استمر أبطال واحد مرة ثانية أخرى ذراعي الأمام وإلى أعلى ورجع القدم إلى الخلف جزين مع بعض تمرين ابتدي واحد أثنين أثنين خمسة ثم ثم النزول أربعة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة تسعة ممتازين عشر استمر واحد ثنين ثلاثة ممتازين أربعة بشكل بسيط أبطال ممتازين ضارق ومستقيم خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية ممتازين تسعة أخير عشرة قف تمرين الأخير وقوف الذراعين للجانب ومي الجذع لليمين بعدين إلى جهة اليسار مع بعض جزين بشكل بسيط تمرين ابتدي يمين تمر جهة الأخرى يسار ثلاثة ممتازين أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة ممتازين عشرة مرة ثانية واحد ثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف كلانا في المكان ريح شوي ممتازين أبطال ناخذ الشهيق والزفير مرة ثانية ممتازين أخير ممتازين نعطيكم العافية ننتقل الآن إلى درسنا اليوم بإذن الله اليوم رح نتكلم عن درس الرشاقة أو شيء نبي نعرف ما هي الرشاقة أو شو مقصود في الرشاقة هي القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد أو الطالب سوى جميع أجزاء الجسم أو جزء منه يعني حركات نسويها مثل الجري المتعرج وغيرها هذا تسمى الرشاقة هي قدرة التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الطالب سوى في جميع أجزاء الجسم أو جزء منه طيب أنواع عندنا نوعين أساسية للرشاقة عندنا النوع الأول والرشاقة العامة وهي قدرة الفرد على أداء واجب حركي في عدة أنشطة رياضية مختلفة بطريقة منطقية وسليمة وأيضا عندنا الرشاقة الخاصة هي القدرة المتنوعة في متطلبات المهارة للنشاط الذي يمارسه الفرد يعني نشاط معين هنا عدة أنشطة رياضية تسمى الرشاقة العامة لكن الرشاقة الخاصة هي مطلبات المهارة لنشاط معين طيب في عندنا الآن العوامل المؤثرة على الرشاقة عندنا الرقم واحد يتأثر على رشاقتنا عندنا الأنماط والقياسات الجسمية طيب شو معنى هذا الكلام؟ طيب بشكل بسيط أن الأشخاص متوسطين الطول والقصار عندنا الأشخاص متوسطين الطول وأيضا القصار القامة الذين لديهم عضلات قوية إلى الرشاقة بدرجة كبيرة يعني اللي طوله متوسط وقصير وعنده عضلات تكون عند الرشاقة بدرجة عالية بعكس الشخص الطويل والذي لا يملك عضلات قوية وأيضا من حيث النمط الجسمي يمكن القول بأن الأشخاص دوي النمط العضلي النحيف يملكون عضلات يملكون عنصر الرشاقة أما النمط النحيف والسمين فأقل رشاقة بشكل مختصر اللي عنده يعني نمط عضل ويكون نحيف عنده الرشاقة بشكل أكبر لكن اللي يكون عنده النمط السمين أو النحيف فأقل رشاقة وأيضا عندنا العامل الآخر وهو العمر والجنس تزيد رشاقة الأطفال بمقدار ثابت حتى سن 12 سنة يعني الآن تقريبا أنتم في عمر الآن 8 سنوات عندكم الرشاقة ترتفع إلى تقريبا الصف السادس يبتداء عمر 12 سنة وبعدين تقريبا تثبت ثم بعد ما امروا الوقت يكون فيها تقل الرشاقة وتبدأ بالتراجع بمجرد دخول في سن المراقة تقريبا 13-15 سنة أيضا يعد البنيين أقل يعد البنيين أقل رشاقة من البنات في سن ما قبل البلوغ وبعد مدة تزداد الرشاقة للبنين بمستوى أعلى من البنات يعني لو قررنا بين البنات والأولاد قبل البلوغ يكون البنات عندهم الرشاقة يكون أعلى لكن بعد سن البلوغ يكون البنين أعلى من البنات أيضا عندنا رقم ثلاثة من العوائل مؤثرة الوزن الزاد يقل أو يقلل الوزن المفرط عندنا الآن كلما صار الإنسان عنده الوزن زائد طبعا كلما يقل عنده عنصر الرشاقة فهو يزيد من القصور الذاتي للجسم والجزاء كما يقلل من سرعة انقباض العضلات والنتيجة ذلك تقل سرعة تغيير أو ضاع الجسم يعني شنون؟ يعني الآن لو طلبت من أي واحد الجريش بشكل متعرج ليكون نحيف يكون عنده الجريم متعري بشكل كبير لكن اللي يملك وزن أكبر يكون عنده تقل عنده السرعة وأيضا تغيير أو ضاع الجسم وهذا هو عنصر الرشاقة طيب وأيضا عندنا العامل الأخير عندنا التعب والإعياء طيب اشتخل التعب والإعياء في الرشاقة نأخذ الآن بشكل جدا بسيط أيضا يقلل كل من التعب والإجهاد من الرشاقة لأن لهما تأثير سلبي على مكونات القوة وزمن ردة الفعل بسرعة الحركة يعني بشكل جدا مختصر عندنا الآن بشكل الآن عندنا التعب إذا الآن مارسنا لعبنا مثلا مدة طويلة يكون التسامنة في تعب شديد فعندنا عنصر الرشاقة يقل مثل ما قلنا حنا مثال بسيط عندنا مثلا عندنا أمثال على الرشاقة هي الجري المتعرج إذا كنا الآن نتوني في بداية النشاط يكون عندنا الرشاقة عالية لكن إذا كان التعب عالي يقل عندنا أيضا عنصر الرشاقة وأيضا لو خدمناها بشكل جدا سريع يقلنا حنا النمط الجسمي إذا الواحد عنده أضلات يكون عنده الرشاقة أعلى وأيضا عندنا مثل قلنا العمر يكون زيادة في الرشاقة إلى سن تقريبا البلغ ثم تقل عنصر الرشاقة وأيضا الوزن الزائد اللي عنده وزن زادة والشحوم يكون عنده عنصر رشاقة أقل من الجسم النحيف وآخر شي قلنا التعب يؤثر أيضا سلبا على الرشاقة طيب كيف نقدر ننمي عنصر الرشاقة؟ في تمرينات بسيطة نقدر ننميها من خلالها عنصر الرشاقة نكون رشقين ونقدر نؤدي هذه التمرينات بكل بساطة عندنا التمرين الأول الجلوس على أربع ودفع القدمين إلى الخلف وأيضا عندنا تمرين آخر وهو الجري المتعرج مثل ما تكلمنا قبل شوي هو الجري ثم يأخذ الإنسان جري متعرج هذا ينمي عندنا عنصر الرشاقة وأيضا الجري مع تغيير الاتجاه نفس التمرين السابق لكن الجري مستقيم مثلا ثم تغيير الاتجاه مثلا مع سماعة صافرة أو ظهر معين أو مثلا مع عدد معين ثم اتجاه أيضا وتغيير الاتجاه مرة أخرى هذه تمرينات مثلا واضحة أمامكم تنمي عندنا عنصر الرشاقة وفي تمارين أخرى تنمي عنصر الرشاقة لكن اليوم أخذنا حنا ثلاث تمارين بسيطة تنمي عنصر الرشاقة طيب نأخذ كذا مراجعة بسيطة على درسنا اليوم عندنا السؤال الأول ما هي العوامل المؤثرة على الرشاقة؟ احنا أخذناها قبل شوي وتكلمنا فيها عندنا أربع عوامل تؤثر على رشاقتنا نكون أقل رشاقة عندنا رقم واحد نفكر مع بعض ممتازين الأنماط والقياسات الجسمية أو الجسمية كلما صار الإنسان دون نماط عضلي كلما زادت الرشاقة عندنا أيضا رقم اثنين العمر والجنس مثل ما تكلمنا حنا قلنا العمر يزيد الرشاقة إلى 12 سنة بعدين يقل بعد سن تقريبا المراهقة والجنس مثل ما قلنا حنا الذكور يكون أقل من الإناث لكن بعد البلوه يكون الذكور أعلى من الإناث رقم ثلاثة ممتازين الوزن الزائد كلما صار الطالب وزنه زائد كلما قل عنده الرشاقة وآخر نقطة عندنا التعب والإعياء ممتازين أبطال كلما صار عندنا حنا صار عندنا مجهود عالي وتعبنا وعندنا إعياء قل عندنا عنصر الرشاقة طيب سؤال الثاني أذكر بعض التمرينات التي تنمي عنصر الرشاقة نبي نفكر مع بعض فيه تمارين كثيرة تنمي عنصر الرشاقة نبي كل واحد الآن يفكر بينه وبين نفسه يعطينا تمارين واحد يفكر ممتازين أبطال تمارين الأول عندنا قلنا نحن الجلوس على أربع ودفع قدمين إلى الخلل وأيضا تمارين الثاني الجري المتعرج وأخيرا عندنا الجري مع تغيير الاتجاه هذه التمارين تنمي عندنا عنصر الرشاقة وهذا إذا قلنا ممكن حنا مع التمارين يعني عندنا الآية لو قلنا الرشاقة لكل الطلاب ممكن نرفعها في التمارين وأيضا عندنا التغذية كان هذه مكملة لبعض عندنا التغذية أيضا النوم أيضا قلنا عندنا التمارين إذا كلها قدنا هذه ممكن عندنا ترتفع عندنا الرشاقة وإيش عندنا الصرح لنا مثل ما يقولون رشيق هذا إنسان رشيق أو هذا الطالب رشيق فبشكل بسيط نقدر نرفع رشاقتنا عن طريق التمارين والتغذية والنوم المناسب ليلا كذا حبايبي يصير انتهينا من درسنا اليوم يعطيكم العافية على حسن أنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته